تواجه ألمانيا اليوم الاثنين تهمة تسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي للكيان الصهيوني في دعوة رفعتها ضدها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد دولة الاحتلال بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا مشددا على أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي وفي ملف الدعوة الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت غداة المحرقة النازية وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة مضيفاً فشل ألمانيا مستنكر أكثر فيما يتعلق بالكيان الصهيوني نظراً إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض تدابير مؤقتة وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع وتابعت نيكاراغوا في الدعوة أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمراً ضرورياً وملحاً نظراً إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك